القناة الأولى التلفزيون المصري في هذا الموقف الهام والتفعيل الإجراءات الخاصة بكوب 27 كيف يمكن أن نغير ونحول الانتقال إلى الأفعال المحصوصة والفرص الخاصة بالتعاون وبصفة خاصة فيما يتعلق بمشروعات التكيف التي تساهم في الاستدامة طويلة الأجل للمجتمعات المحلية وشكرا هذا سؤال عظيم وهذا سؤال مركزي سؤال محوري الرئيس بايدن تعهد بتقديم 50 مليون دولار لمصر بالأمس وهذا يهدف لمساعدة البرامج وتحويل الكلمات إلى أفعال وهناك الكثير من والتي نكون بها ومنذ شهر التقيت كان لعدة لقاءات وهناك العديد من المشروعات التي سوف تتم ونحن مهتمين للعمل مع مصر هناك الكثير من المشروعات المطروحة لكي نعمل بالتعاون مع مصر من خلالها شكرا جزيلا